لازم أبدأ كلاني معاكم النهاردة بتوجيه الشكر والإشادة والتحية اللي احنا دايما متعودين يعني من الكوماندوز على ده بس لازم نقول لهم شكرا على الأداء العظيمة لعملهم بارح شكرا لملوك الصلاة فريق اليد في نادي الزمالك زي ما عودتونا زي ما احنا متعودين من نكو كالعادة فرحتونا وأسعدتونا أثبتتونا النكو الأقوى دائما فمصر وأفريقيا قدروا انبارح ان هما يفوزوا باللقب كأس السوبر على حساب النادي الأهل بنتيجة 27-23 الزمالك كان متسيد اللقاء طول الوقت يعني طول اللقاء الزمالك متقدم سواء بقى بفرق 2 فرق 3 الفرق يضيد شوية لأربعة لخمسة ولكن الزمالك قدر يعمل انبارح لقاء كبير جدا شكرا للكوماندوز شكرا للأبطار شكرا على كل اللحظة حلوة عايشتونا فيها قبل كده شكرا على كل اللحظة حلوة لسه هنحتفل بيها معاك وصراحة كلهم انبارح أبدعوا كل الفريق انبارح أبدع ولكن لما نتكلم على كرة اليد لازم لازم نتكلم عن الأسطورة أحمد الأحمر مش معنا كده انبقية الفريق ما كانش حلو لا الفريق كله أبدع كله كله أبدع من كاتونجا للوكا لكل الناس لهتلر كل الناس أبدعت لأداح كل الناس بلا منازع ولكن لما اجا تكلم فلازم نشيد بكابتن أحمد الأحمر اللي بيثبت كل يوم وبيثبت لكل الناس ان بجد العمر مجرد رقم ده اللي بنشوفه بالأدلة اللي بنشوفها بالأرقام بالتقلق المستمر بالتسجيل دايما دايما بيعمل نتائج جيدة كان هو أحد أسباب التتويج باللقب مع كل زملاء وكمان فلفل وكل الأفطال صراحة وكابتن روبي يعني بصوا لو احنا نتفرق كده على اللعيبة والروح الحلوة اللي موجودة حاجة في منتهى الجمال حاجة في منتهى الإبداع برح الزمالك بيلعب بمنتهى الانسيابيات حس ان اللعيبة عرفة هي بتعمل ايه اللعيبة بتلعب وهي مغمضة اللعيبة وصلت لمرحلة من الانسجام رهيبة جدا زي ما أقشت بفريق الزمالك لازم أقول هارد لك طبعا للفريق النادي الأهلي وكمان حاجة حلوة جدا دايما بتكلم عليها في كرة اليد كرة اليد بعد اللقاء اللعيبة كلها بتسلم على بعض روح لطيفة بتكون بين الفرقتين في النهاية ما فيش جديد الزمالك هو أبطال اليد وملوك الصلاة والسنادي الزمالك أبطال في كل الألعاب